طبعا هنا بعد المعرفة والفهم والحكمة جات في النص كلمة المشورة المشورة يعني ايه؟ كل واحد فينا محتاج حد يدي له مشورة واللي بيعتمد على ذهنه فقط في الحقيقة ممكن يغلط مهما كان عنده ذكاء أو حكمة أو معلومات أو خبرة برضو رأي مع رأي بيخلي الإنسان يستنير وخليكوا دايما أصحاب مشورة أن أنت تعطي مشورة وتسمع مشورة ما فيش حد يدي على طول وما فيش حد هياخد على طول ما فيش حد يكتفي بذاته حتى الرجل مع مراته اسمعها ما تستقلش بفكرها قد يكون عندها رؤية فكرة معينة أحيانا بعض الرجال يعتبر مراته ذهنها ناقص مش فهمة حاجة بينما لو استمع إدى فرصة لاستماع ممكن هيلاقي وجهة نظر صحيحة وأرجو كبرياء الرجل الشرقي ما يمنعكش تسمع الكلام وتقول لها فعلا معاك الحق رأيك صائب ده هيخليها تزداد حكمة وتزداد ذكاء وتبقى فرحانة أن هي أعطت مشورة حسنة تسمعت فتبتدي هي كمان تفكر أكتر لأنك لما تقول لها اسكتي أنت متعرفيش حاجة هتسكت وهتبقى بعد كده محبطة وما عندهاش رغبة أن هي تفكر لأنك أنت أددتها انطباع أن الفكر والمشورة والرأي بتاعها ملوش لازمة عشان كده لما بنيجي في الإكليل بنخلي رأس العريس والعروس جنب بعض قصدنا اتحاد الفكر كأننا بنقول الراسين جنب بعض دوقات الفكرة هينتقل من رأس لراس خلي مراتك تبقى مشيرة ليك وانت كمان متعمليش حاجة بدون إذنه ومشورته فيبقى الزهنين اتحدوا مع بعض والإنسان بدل ما كان عايش بعقل واحد عايش بعقلين يفكروا مع بعض